من هو أكثر فرحاً من الأهلاوية على الأقل ليلة البارحة فقد صعد الأهلين لنصف نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه على سياة للأمريكي واحد صفر وأكد أحقيته بلقب نادي القرن فالأهلي هو صاحب أكبر عدد بطولات قارية في أفريقيا لديه مائة وثلاثة وأربعون لقباً حقق ألقاباً أكثر من برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونيتد وليفربول ويوفينتوس ورغم ذلك لم يحتفل الأهلاوية بالفوز نفسه بقدر ما احتفلوا بطريقة الفوز فالمباراة استمرت بالتعادل السلبي بين الفريقين حتى الدقيقة السابعة والثمانية أي قبل النهاية بثلاث دقائق فقط هنا ظهر اللاعب لاعب الوساط الهجومي محمد مجد أفشة سدد الكرة لكنها يعني نحو المرمى ها لكنها ارتطمت بالعارضة ورجعت إليه لم يصبر حتى تستقر على الأرض تلقفها ووضعها مثل الصاروخ في شباك سياتل هذه الطريقة ذكرت الأهلاوية بهدف هو الأغلى في تاريخهم أمام الغريم التقليدي الزمالك نفسه نفس اللاعب قفشة أفشة في نفس التوقيت ونفس نهائي دوري الأبطال أفريقيا 2020 ألف ريقان متعادلان سددها صاروخية ارتطمت بالعارضة عادت إليه ثم وضعها في الجول هذا الهدف يعرف بالقاضية لأنه قضى على أحلام الزمالك وبالأمس قضى على أحلام سياتل في التأهل إلى نصف النهائي أفشة صاحب الهدف حازل قب رجل المباراة بعد تسجيله إلى هدف الحاسم الذي أوصل الأهل لنصف النهائي وعلق على الهدف الحمد لله على المكسف ده أهم حاجة جم مهمه طبعاً وكل حاجة لكن أهم حاجة للنادي الأهلي يلعب سيم فاينال وده المهم بالنسبة لي طبعاً جم مهمه بن تاريخه وكل حاجة لكن زي ما أولكي لك أهم حاجة أول أهلي طلع الأهلي موجود في سيم فاينال كلنا مطلعين ترحونين الحمد لله الحمد لله طبعاً على التأهل закby إن شاء الله عندناه ماتش مهم جداً وماتش صعب لماتش الجاي فربناك يكرمنا إن شاء الله المباراة وكتب تغريدة جميلة يقول فيها كان شرفاً اللاعب مع النادي الأهلي في أول مباراة في كأس العالم للأندية حظاً موفقاً في باقي المشوار باقي المشوار المباراة القادمة ستكون في نصف النهائي أمام المرينجي المرينجي ريال مدريد بطل القرن الأوروبي وحامل أكبر عدد من ألقاب هذه البطولة آخر الأخبار التي تداولها الأهلاوية وأكدتها وسائل إعلام أن البلجيكي كورتوا حارس ريال مدريد غادر التدريبات مصاباً وهناك احتمال أنه قد لا يلعب في مباراة أما بالنسبة لمشجعي الزمالك الغريم التقليدي للأهلي فلم يفوتوا الفرصة للتعليق على نتيجة المباراة استمعوا إلى هذا المشجع الزمالكاوي الأهلي هيلاعب ريال مدريد في كأس العالم وإحنا لسه بنقول الستة الأهلي لاعب باير ميونيخ وإحنا لسه بنقول الستة الأهلي حقق ثلاث برونزيات وإحنا لسه بنقول الستة الأهلي كسب برونزية بالبدلاء بالوقت اللي اسمه مغربي اللي لسه في سنوي وإحنا لسه بنقول الستة الأهلي حقق تمانية أفريقيا وكون فدرالية ومليون بطول الدوري وإحنا لسه بنقول الستة وقفشة جاب عضيطين منهم قضية فينا وقضية في الأمريكان اللي محدش يعرف يعلم عليهم